الحاجة خضراء هي مجاهدة وأرملة الشهيد العاقيد عجل قدور بعين الزيتون ولاية أم البواقي تعيش حياة البؤس والتعاسة في كوخ لا يتوفر على أدنى شروط الحياة الكريمة وأصبحت تصاحب الفئران بالرغم من استفادتها من بناء الريفي ولها رخصة بناء إلا أن رئيس البلدية منعها من تشييد مسكن يليق بها هذه المجاهدة بدل أن تكرم وتصان في بلد الثوارة تضرب وتهان والمعتد رئيس بلدية عين الزيتون راني شكيت للولاية كاملة نتحم وما عندهم يقضوني راني يتم العبية ودخني في العدالة ويزور ويجيبني شهود على البطل ويحب يدخلي في الحبس الحاجة خضراء هي اليوم تطالب من السلطات العليا بالبلاد أن تتدخل وتفتح تحقيقا معمق في قضية تعدي المير عليها راني طلبت من السلطات من رئيس الجمهورية والوزير اللو والسلال والوزراء كل والوزير المجاهدين يدخلوا باش يديروا التحقيق في هذا القضية وراني في العدالة وأنا مجاهدة وعجوزة ومرتع قيد وبنت الدولة والدولة اللي تحميني في الوقت الذي كان من المفروض صون كرمة المجاهدة وزوجة الشهيدة من خلال تكريمها كانت هديتها الاعتداء فمن أعطى الحق للمسؤولين كي يعتدوا على المواطنين ترجمة نانسي قنقر